صباح الخير عبدالله وصباح الخير سارة وصباح الخير أيضا لمشاهدين الكرام يعني سارة وعبدالله وأيضا مشاهدين المملكة كما نتحدث دائما بأنها تحتضن الكثير من المواقع السياحية المميزة يعني قبل قليل نتحدث عن الأحساء الآن نتواجد في أبهى ونتحدث عن أبهى الجاذبة دائما بأجوائها الرائعة وأيضا الطقس المميز الذي يتواجد في منطقة عسير كافة بأجواء رائعة بالإضافة أيضا إلى المنتزهات والمناطق السياحية التي تتواجد داخل أو المواقع السياحية التي تتواجد داخل منطقة عسير بالتأكيد يعني عبد الله سارة خلال الأيام الماضية لاقت عسير وكافة أرجام وحافظاتها الصدها الواسعة تجاه الأجواء الرائعة التي تحتضنها سواء على مستوى الأجواء الدافئة في المناطق التهامية وحتى على مستوى الأجواء الباردة التي تكسو منطقة عسير وبالتحديد المناطق المرتفعة في منطقة عسير يعني الكثير من الوجهات سارة عبدالله التي يتجه لها أهالي وزوار منطقة عسير سواء على مستوى المناطق الباردة كما تحدث قبل قليل يعني جبال السودة خلال الأيام الماضية وفي هذه اللحظات تحتضن الكثير من الزوار الذين يستمتعون بالأجواء الباردة بالإضافة أيضا إلى رؤية البرد الذي يسقط في جبال السودة خلال الأيام الماضية وصلنا في منطقة عسير إلى صفر درجة مئوية لذا نتحدث عن هذه الأجواء الرائعة للبعض وأنا أيضا من محبين هذه الأجواء الباردة فالكثير من الزوار والأهالي هم يستمتعون بالتواجد في جبال السودة المنطقة الأخرى نتحدث عن مدينة أبهى والتي تحتضن أجواء البعض يراها معتدلة والبعض يراها باردة نتحدث في هذه اللحظة وهي 11 درجة مئوية لذا أجواء باردة إلى حد ما ولكن جمالية مدينة أبهى بمسطحاتها الخضراء وبمواقعها السياحية هي أحد أهم عوامل الجذب في المملكة بالتأكيد لو زميلي ساعد أن يظهرنا هذه الزوايا كما ترون عبد الله وسارة يعني إحنا الآن نتواجد في أحد أهم المنتزهات منتزه أبو خيال والمتواجد في وسط مدينة أبهى نتحدث عن هذه المنطقة الرائعة هذه المسطحات الخضراء والأشجار العملاقة التي تعتبر أشجار طبيعية يعني من ضمن مكتسبات وجماليات مدينة أبهى أنها لا تحتاج إلى الزراعة أو الاهتمام الشديد بالنباتات الخضراء في هذه المنطقة لأن الأجواء هي من تساعد هذه المدينة وهذه المنطقة لذا نتحدث عن روعة المكان سواء على مستوى أصوات العصافير المتواجدة في هذه المنطقة عبد الله وسارة أو حتى على مستوى المنتزهات والأشجار الكبيرة العملاقة وأيضا الورود المتوزعة في كافة أرجاع هذه المنطقة الجانب الآخر من أهالي عسير هم يتجهون إلى المناطق الدافئة كما تحدثنا سابقا عبد الله وسارة وهي نتحدث عن الحريضة وأيضا الكثير من المناطق الدافئة التي يتجه لها أهالي وزوار منطقة عسير بحثا عن الدفع أجواء رائعة نتحدث عن 25 درجة تتواجد في الحريضة سواء على مستوى الكورنيش الخاص بها والشهير في منطقة عسير واللي يسمى بالواجهة البحرية وحتى على مستوى المنتزهات التي تتواجد في تلك المناطق أكرر دائما عن أهالي منطقة عسير يعني خلال الصيفية الماضية تحدثنا عن رحابة صدور أهالي منطقة عسير وأمير منطقة عسير في استقبال الزوار في هذه اللحظة قبل قليل لاحظت أهالي عسير هم يحاولون أن يبرزون المنطقة بشكل رائع وهذا ما رأيتك قبل قليل وهذا ما وجب علينا أن نتحدث عن الرحابة التي يتميز بها أهالي عسير وأهالي المملكة كافة أجواء رائعة جدا عبد الله وسارة في مدينة أبهى ومنطقة عسير كافة وهذا ما جعلنا دائما نتحدث عن المنطقة وجماليتها الرائعة عبد الله وسارة نعم شكرا جزيلا لك لمشاركتنا هذه الأماكن الجميلة والطبيعة الخلابة يعطيك ألف عافية عبد الرحمن السمير شكرا عبد الرحمن